وينضم إلينا من بغدادة المحلل السياسي محمد النعناع سيد محمد أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه النشرة بداية كيف تعلق على دعوة هود الحكومة العراقية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لضبط الجماعات المسلحة وبسط سلطة الدولة العراقية وهيبة القوات العسكرية العراقية مساء الخير شكرا جزيلا أستاذ محمد تحياتي إلك ولجميع المشاهدين الأعزاء ضمن نمط النصائح التي تقدمها للولايات المتحدة الأمريكية نقرأ أن هذه النصيحة تتطابق مع ما يريده العراقيين جميعا على اعتبار أن الدولة الآن لا قيمة لها في العراق لا هيبة لها في العراق بل الذي يسيطر على الساحة على الشارع وحتى على بعض العمليات العسكرية في مناطق معينة هي ميليشيات ومجموعات مسلحة تنسق فيما بينها وحتى أنها تضم في داخلها أطراف غير مرغوبة مثل البككة ومشكلة سنجار الآن بسبب أن بعض الجماعات المسلحة أغاضت تركيا بتعاملها مع البككة ومع بعض الأيزيديين الأكراد هناك الذين يعبرون الحدود والذين أصبحت لهم تجارتهم فضمن مستوى النصائح التي يقدمها المسؤولين الأمريكيين الرسميين وغير الرسميين هذا الأمر يتطابق مع الرغبة العراقية ولكن نرى أنه في إطار هذه النصائح وبين طيات هذه النصائح ضغطا على الحكومة العراقية لكي تقوم باستراتيجية إبعاد هؤلاء المتداخلين الأمنيين وغير الأمنيين من الميليشيات ومن الجماعات المسلحة بدون سقف زمني وهذا ما يربك الأوضاع لأن الكاظمي لا يستطيع أن يتحكم بإقاعات الأمن والسياسة بهذا الشكل السريع نعم سيد محمد هل سربت معلومات حول مناقشة هذه الأمور في الجولة الثانية من المفاوضات العراقية الأمريكية ما يسمى بالحوار الاستراتيجي هل عرضت الولايات المتحدة مساعدة ما للكاظمي لتحقيق هذا الهدف الأمني في العراق ما سرب من معلومات ومن اتفاقات بأنه تم الحديث بشكل أوسع عن الشراكة يعني شراكة واسعة بين أمريكا وبين العراق من أجل أولا تمكين القوات العراقية تمكين النظام السياسي العراقي بأن يقدم إداء أفضل يقنع العراقيين فيحدث فصلا بين هذه الميليشيات والمجموعات المسلحة الموالية لإيران والتي تسيطر على معادلة السلطة سواء من خلال أحزاب وكيانات شاركة في الانتخابات أو من خلال وجودها في الساحة ضمن الحجد الشعبي وأيضا منفصلة عن الحجد الشعبي أما مسائل أوسع من ذلك فلا توجد لدينا تفاصيل لذلك نصيحة نقدمها كمراقبين وكخبراء ومحللين إلى أنه على البلدين أمريكا والعراق أن يعززان الشراكة ضمن سقوف زمنية تسمح بأن العراقيون يتفقون على أن العلاقة لا بد أن تكون محسومة وليست فضفاضة أن الأمريكا يوم ترضى علينا ويوم لا ترضى علينا هذا الأمر غير مجدد للعراق لكنها أول سقف زمني مسرحا للامتدادات نعم سيد محمد أول سقف زمني حدد هو ما علنه الرئيس الأمريكي دونالد تراب عن خطة انسحاب خلال ثلاث سنوات وروفضت من هذه الجماعات البعض يعتقد أن هذه الجماعات سترفض انسحاب القوات الأمريكية حتى لو كان خلال أشهر لمجرد خلاف سياسي مع هذه الحكومة ماذا تقول؟ نعم الخلاف السياسي ليس مع الحكومة بل مع الدولة العراقية هناك يريدون أن تكون دولتين دولة امتداد لإيران والآخرون الشرفاء العراقيين يريدون أن تكون هناك دولة قادرة ذات هيبة تحمي العراقيين وتمثلهم وتعطيهم حقوقهم هذا هو الخلاف هنا وليس عن حكومة الكاظمي لو جاء غير الكاظمي وتعامل مع الأمريكيين أيضا بشكل ضاغط وبشكل يعني يخرجهم من العراق ويخرج قواعدهم يخرج قواتهم أيضا يتعاملون معه هذه الجهات لأنه قد يكون أيضا رافضا لإمتداد إيراني شوف المسألة وين سيد محمد فقط بثلاثين ثانية المسألة في أن هذه المسألة العراقيون يرفضون وجود أجنبي أمريكي أو غير أمريكي ويرفضون قواعد أو غيرها إن لم تكن بشراكات حقيقية بمستقبل عراقي حقيقي يعني يخدم المصلحة العراقية لكن هذه الجهات الرافضة على كل حال هي تستثمر بالأمن تستثمر بأمن العراقيين واضح ولا تريد أن تنتقل المسألة من الامتداد والامتداد المقابل إلى المصلحة العراقية لذلك يرفضون أي شيء تقوم به الحكومة من بغداد المحلل السياسي محمد نعناع شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك